السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخوتي في كل المغرب الإسلامي أخوتي وأخوتي وأخوتي وأحرار في كل العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الأمازيغي وكل عالم الأحرار وفي كل العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم منارفيجوية في فيديواتك تنارفيت شفت واحد حواز في فيديوات ما معجبنيش الحال قال لك شيوخ 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 أنا إمام مكة إنسان أستاذنا الكريم حزنتني فعلا لم يتعذب أبو مالا قالوا لي بو مالا يتعذب إبراهيم العلامي وبابا نجار ومعتقنين تسعينات لم يتعذب أبو مالا لم تفرحون أن أطلقته أربعة خمسة عشر لم يتعذب أبو مالا لم يتعذب أبو مالا يا حكمة العارة يا جنرالة المجرم ما أن تكون ويردون يا حيوانت جنرالة المجرم يا يصبح ويمدوا الهادراء حتى إصلاح أن يقوموا مجرم ويتعذب أبو مالا ويتصبوا الناس ويتعذب الناس لم يأخذ الأول كذلك يتعرض أبو مالا اطلق الناس. اطلق الناس يا بغد. هاي مساج توصل لك لك ديرك. تعال بل يبال يتفهموها وتم تفهموها. بشكل حرب الغمزة. اما واحد الاخ اللي الاخ الله يبارك فيه سؤال والله سؤال مليح. سؤال مبارك الله هو فيك. قال لك خطة استرجاع الاموال. والله شوف يا استدنا. احنا خطة استرجاع الاموال هذي. اول خطوة تخطيها هو لازم الجنرالية تروحوا الكازير نت. لانهم هموا سبب النزيف. ولادهم سبب النزيف. ولادهم ولادهم سبب اساسي في نزيف الاموال وتحريب الاموال. الجنرالات هما سبب نزيف الذهب. ما ناجم الذهب والماس. وبعض المواد. من المنكة حتى اليوراني يمرا ما يخرجوا ويبيعوا فيها الله اعلم. لكن هذا ما يشوار حبر سح ممكن. اقول لك ممكن. اللي يسرق حاجة يسرق الاخرى. يبقى سراق وش راح تدير له. فاول خطوة ديرها هي الشي اللي لازم الجنراليات يعترفوا بدور الدولة المدنية. وبأول ويدة السياسة على العسكري وتقوم وزارة وتقوم حكومة جزائرية فعلا وتقوم وزارة يعني فعلا من رحم الشعب. ولات وشيفان دوائر وهذا نزهاء من البلاد هذيك. وبعدين توكل الامر الى جهات خاصة. منها البنونك ومنها المخابرات الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية. وبالمخابرات فيه مخابرات شرفاء عارفين كل شيء وعندهم كل الملفات. يعني عارفين يعني معظم الاموال عارفينها وين هي. في الخارج. اذا كانت كاش وصرفوا منها راح. ما تقدرش تروح الوحدة في فورنا وقالها صور تقولها رجعي لنا صورنا. راحت. اما عقارات واللي ما زال في البنونك باسمهم كأرصيدة يقدر رجعوه للبلاد عادي جدا. لما تكون عندك حكومة مدنية صح وتكون عندك شركات مؤسسة قوية صح. نقدروا يرجعوه. ونقاضوهم في اي مكان. نقاضوهم في الدول المحكمة الدولية. أولا حتى ندخلوا معاما في خصومات ونجيبوا دراهمنا نجيبوهم. كي تكون في دولة مدنية. وتكونوا دراهمنا في كاش دولة. نجيبوهم بالعقلية نجيبوهم بالفهمة نجيبوهم كي ما يحب. نغزرعوه الفوضى في بلده حتى يرجعنا وبفلوتنا نصقوا فيه لصقة. نلبدوله وهكا نقعدوله ثم. دراهمنا نديهم كيف شو نديهم. تفرض درايك وتجيبوهم. لكن المشكلة في تسد النازيف الأول. مستحيل بش تخلي الروبيني تعلمه مفتوح في الأرض. وتقول لنا نقعد نشف في الماء. ما ينشف ليش؟ ما ينشفش. هذا شيء لوجيك ما ينشفش. ما ينشفش. تسد الروبيني سع سكر. ونبعد نشف في الماء ينشف. سد النازيف الأول. حبس النازيف الأول. ومن بعد استرجاع الأموال هذيك عندها شركات خاصة. وعندها مؤسسات خاصة. وناس خاصين بهذه الأمور. بنوك وديبلوماسية ومخابرات تتبع على ذلك الأمور. وبعدين تدخل فيه قضايا قضائية. والقضاء يطالبوا ويرجعوا لكذا راهمك. يترجعوا لهم ويقوموا يترجعون. النازيف مستمر. يدخلوا تقريبا أربعة مليار في السنة أو ما يقارب أربعة مليار في السنة. لكن يترجعوا من أخرين. يدخلوا ولا يتخرجوا كيف كيف؟ تسد النازيف. تسد النازيف الساعة ومن بعد المحاسبة. سألقى لك موقع الجزاء الاقتصادي في المغرب العرب أو المغرب الإسلامي يعني هو سؤال صحيح يا الله العظيم لا أعرف كيف يجوك أنا ثاني كبرت بهذا العقلي يعني نسمع الناس يهضروا والله ما عمري ما حطيتها فيها راصي بسرح نسمع الناس يقول لك احنا خير من تونس تونس هذه دولة تقارن بها راكين دولة تقارن بها راكين هيا اي اعتقدوا عني قالوا عايش أولا خاوتك تونس تاتين والدولة تونس قال لك احنا خير من المغرب يقول لك مبروك عليك اراك خير منك يقول لك اسهل عليه ايه ومن بعد وش ربحت انت بالغضراء يعني كي يقول لك تونسي والمغربي والليبي والموريطاني أنت رك خير منا يوم بعد ما ستزيد فيك هذا الحاجة هل أنت من أوروبا تقول لك نحن منافسين أقوياء للإتحاد الأوروبي ثم نقول لك صح بارك الله فيك تسأني على موقع الجزال الاقتصادي في العالم تيتونوت برازيلي اللي راح تنمو تقول لك نحن نفسه برازيليا ونحن نفسه الترك يعني أقل الأمور أبسط الأمور أراها في المرحلة 15 على مضم اقتصاد العالمي موصلنا عمالقة الاقتصاد ضد صين وأمريكا يعني موصلنا لهم نحن نشوفه يعني تقريبا يعني هكي ما احنا تقريبا العقلية كي ما احنا والدولة كي ما احنا ومقدارات ما مش حتى كي ما احنا عندنا مقدارات في هذه الدولة من اقوى الاقتصادات في العالم مش اقوى الاقتصاد لكن من اقوى الاقتصادات في العالم هناك المشكلة عندنا احنا عندنا اقتصاد ريعي يا محمد احنا لا قدر الله لا قدر الله هذا الحرب اللي راح تكون في ليبيا ان شاء الله ما تقومش ان شاء الله العقلاء في الجزائر يعرفوا كيفش يمشكوا الأمور وما تقومش هذا الخاروط اللي يثم ولكن اول ما تشعل النار تكون اللي قداما لا قدر الله لو مثلا تقاسوا حقول البترول والغاز كما في ارامكو تع سعودية ضربوها الحوثيين او كما العراق شعلت الابار مثلا شعلوها او شعلت مهمش المهم سعقنا يكفي الموسكِ على ما إذا قدر من تصف الحجر ساكتاب قصة ا � ?" هالذب ويغروف و 같아요 видим للمسؤället سبقنا 最後 انه يجب الاجتماست cod share ان تلقوا فيها ويقوم بكثير منالها ، ويقوم بكثير منهم ويقوم بكثير من الشعب والمؤدرة هي قلوب كما يبغلونهم ودن عميها وولديها ومعديها ومن أحساس وفت venues ومعديها وقلوبها ومعديها تجدها يجب أن نضع ومعرفة الوقت ومنهم يخرجون فيهم مرحبا هذا هو الائقصاد من الموقع العالمي وليس الموقع المغارب يعني يحبس بطريق مكتبه بطريق حجر يعني ننواله ومعرفة حجر يعني كنت ومعرفة حجر نصدره شيء اتمر وزيتون شيء اتمر وزيتون هذا هو التصدير ولكن الجزائري في المنطقة المغرب الإسلامي في أيام 1800 الناس تقدموا. احنا نرن نمشوا مارشيريير. طرواز 100 كيلو متر في الساعة. لقد كان لدينا اقتصاد اقوى من الان بالاف المرات. سواء في الثقافة سواء في العلم سواء الاقتصاد المالي سواء الاقتصاد في اي حاجة. هذو كانوا يقرأوا عندنا. ومنهم يعني اللي سهموا في نهضة اوروبا. فلاسفة وعلماء قرأوا عندنا. قرأوا عندنا اصلا. سواء قرأوا في ارض المغرب او الجزالة وتونس وليبيا كانت المغرب. ارض المغرب. قرأوا عندنا وساهموا في نهضة اوروبا اصلا. علماء. قرأوا عندنا. وين قرأوا? قرأوا عندنا. وبتوصية من الملوك هنا يكتبوا رسائل. من فضلكم اذا ممكن ولدنا يقرأ عندك. والرسائل موجودة. الرسائل يعني التاريخي ما يكذبش. يعني الامر الموثقة ما تكذبش. ما زالوا رسائل. من ملوك. يرشلوا رسائل للخليفة قرأوا عندنا ولدنا. يعني ماذا ركتو فينا يعني. حتى حكومتنا الله محمد رسول الله. ما هدروا عربية. ما هدروا فرنسي. ما هدروا الدرجة. ما هدروا. ما هدروا. يعرفوا غير النهب والسرق. الحكومة اللي جابوها هذين. كلهم مسرقين. تسعين بالمئة منهم مسرقين وفيسدين. فيسدين. أصلاً فيسدين. تسراقين سراقين سراقين. نهبوا وسرقوا وخطفوا ودروا كل شيء. حتى سمعت يعني خبرنا نوادك اللي اعطاولو وزير الشركات. انا مش عارف. اعطاولو عنده بابور صغير هكذا. بشي. صيد الحوت ويبيع. الحوت باطل من البحر باطل. موش يخلص عليه. شركة يعني اي واحد يقرر يدرها صيد. اخسر. فشل فيها. اعطاولو شركة تعالجازير. عليك ما تكون تنهب وتكذب. يطلعوك في المناصب. عليك ما تكون فشل يسلموك الاقتصاد. عندنا خبراء في الاقتصاد ما شاء الله. ما يخلوها مش. ما يخلوها مستحك يا دائبة. اه اه اه. كي يخلي واحد يقولوا انتا راكسرق انتا راكسرقت ورجع دراما. ما يمين من الجيش. او ما يتحقوا واحد يخدم بصح مش يخدم باش يجدي ينمي الاقتصاد. يخدم باش يكثرة لهم في جوبهم باركي. يسدي ينهب معاهم باركي ينهبوا. وخلاص ودق يدبروا راسكم. يتقشفوا. لا تنشفوا. لا تنشفوا. لا تنشفوا. شنقوا رواحكم. هذا موقع الجزائر اخي. اه في الاقتصاد المغاربي او الاقتصاد العالمي. هذا هو الاسف الشديد. حرقة في القلب. بلسح ما مكانش. ما يراني نصدره في ولو. نستورده ب 10 ملاير او 11 مليار. ونصدره. راني نصدره في القلقة. ولينار وكلاوي الطيحان. ما يمكن ولو. ما يراني نصدره. هذا هو سؤال جوابتك. تمنيت لو كنت قادر ان اعطيك اجوبة تريحك ونكون انا مرتاح معها. هذا هو الواقع المر. الواقع المر. قال لك. علش الجزائر دائما مواقفها هكذا. وخاصة في الموقف الليبي. علش دائما عندهم يشغل يروحوا يقولوا كلمة ويهربوا. هم هكذا. هم هكذا. هم هكذا. هم هكذا. هم هكذا. نحن نشدب ونندب. داروها في مصر نشدب ونندب. داروها في سوريا نشدب ونندب. ما عندهم حل واحد اخر. ما هي. هم هكذا. دائما يحبوا بصورهم. جيزي وبايزي تريد منهم. هم هكذا. هم هكذا. هم يحفظون بالخلال من يخرج فيه هم يتخاف الأحرار. هم يقول مهما دولة مدنية. هم يتخاف الدور لدخول الحبس. هم يحفظون بالخلال من يتخافة. هم يريدون للخلال. لن يكتنب على المساعدة بارخ. يخاف يفقد المنصب جاء و يفقد كل شراح يتحرك و يتحاسب عنده فضايح و أموال برا يسكروا عليه يقولوا لو يقود بك بولادك بكل شاية يندبولوا و عارفك يرجع عند الشعب قلنا له سامحوك يابغل و الله سنسامحوك نوض براك تحرك نوض براك تحركه براك تحرك خاطئ ينزلك حمير يحسب و نشدب و نندب هذه و ساعدت الى القرداش نريد القطاق يجب على الليبيو أن نضمن سوف نرفض يقول لكم كلمة الحمك يقول لك نحن نرفض رحين هما يقول لهم ما صح ترفضوا ايه والله انا هزين كاباتنا وراجعين هل شو جيش رها جاية قواعد رها تتحط في ليبيا كل واحد رها داخل بحمارة وانت قول لي لا نحن نرفض كأن كلمة نرفض هديك ميسيل رح يوصل عندهم والله قوة تهدد بها يخافوا ربكم خفوا ربكم شو شوية يقول لك انا نرفض حط رجل الساعي حط رجل الساعي داخل يعفس وما بعد يقول لك انا ارفض واروح حرك لي رجل الساعي قادر ليس قاعد رخف لي روح لي بايش صفر الله العلي العظيم لح ولولا قوة إلا بالله واحد حاجة واحد الاخوة يبعثون لي اللينكات يعني كما نقوله احنا يا صديبون روابط روابط فيديوهات روابط حاجة فرا وكان يطلب مني نفتح وكان يطلب مني ما طلبش مني نفتح وكان يطلب مني نفتح بطريقة غير مباشرة اخويا انا هذا كل حواج قاعد ما نفتحها مش احتراماتي ليك واحتراماتي ليك اختي لكن انا ما نفتحش احيانا كان فيروسات يبعثك فيروس تفتح وراح انا هذلك الامر قاعد ما نفتحها مش اي حاجة تعلق عليها انا مستعد نتكلم عليها الفيديوهات اللي قلت لي شوف فيديوه شوف فيديوه انا نحاو سألهم ونشوفهم ما عنديش مشكلة الناس اللي تسمى في الاحرار رأى تكالبة تكالبة الجهال على العلماء واحد عالم رده جاهل وارهابي واحد جاهل رده هو العالم وطلعوا لك السوفهاء عصر السوفهاء عصر السوفهاء عصر السفاهة وللسفاهة اقواموا هذا هو وقت هذا اي واحد حمارة الفيديو يبدأ يسبب في الناس يسبب في الاحرار يسبب في العلماء يسبب في الناس المتعلمين يسبب ها را كنت تسمى فيهم يعني واحدة كيمة هذي كل المعفنة تسبب في هذا اطرقوا كلا تندب قتل كعتوني يحزبوها انا عندنا ناش خباراء في كش ما كان حزب الجزر في خباراء ها را في غير النصاب ها بيهو كذبين اللي يجي دي ربعة خمسة مليار ويخرج الله ما علبلوا بالشعب ولا علبلوا بواحد يلا ربعة خمسة مهم من بكري يخرجوا وقالوكم يلا ديكاش ولا ويسبوه فيكم ولا ويلعنوا فيكم اصلا يا حكمة العالم والله العظيم برنامج الفلاحي والاقتصادي والله يا أستاذ أنا ما نش أستاد تعبر برنامج الفلاحة وبرنامج الاقتصاد حنا قلناك بوش تبني الاقتصاد سدل في ويساع ها تسكر النزيف تغلق النزيف توقف النزيف ومبعد تبدأ ترمم أما برنامج الفلاحي هنا الأرض تح الجزير فلاحين تح الجزير أضراء بالفلاحة في الجزير خصهم نقابة تدفع عليهم فعلا ودفع لأموالهم فعلا مش كي ما سعيدان يجا خطف لهم تلت ثلاث مليار وهرب وكذب عليهم ح الناس وناس مايش لاقي حتى المعدات باش تخدم وكان منهم كثير اللي وقف حبس فيش اللي تعب وكان الناس اللي استمرت بدفع ذاتي بدفع ذاتي بمساعدة شعب مش بمساعدة الحكومة قليل وكان يحويش بزاف الخلل خلل 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 هذك الخلل هما أضرابي هون هي الخلل كي تسمع لها لذراتي حمومة وشناقص وتوفر هذك الأمور مبعد حسب الفلاح إذا ما خدمش إذا الفلاح ما خدمش تعرفوا بالله هو راقد برك اخويا أنت ميش خدمتك الفلاحة خلي أي واحد أخر يخدم في بلاسك وانت نشوفوك بلاس أخرى مش تخدم برك حبت تخدم الفلاحة لازم تكون تعرف لها حبت تعلم الفلاحة نحطوك مع فلاحة كما يقول لك فلاح مقتدر وعارفي يعلمك وتتعلم مستقلة بذاتك وهذه تتطبق في كل في كل المجالات تاجر حبت تعلم التجارة تقرأ تجارة ومنها تدخل في الخبرات وتتوقف ساعة مع تجار ناس عندهم معرفة وهذه يعلموك معنى السوق وأخلاق السوق الحقرة في السوق محرمة وهذا أحد الأشياء اللي كنا نتكلم على ربراب كان يحتكر السوق كل شيء يتبع للرب راب يشرب عشر دينار ويبيع بميات دينار هذا حرام في الإسلام حرام في حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي تبات عنده سلعة ثلاث أيام في المخازن والمسلمين محتاجينها في ملعون ملعون ماله حرام هو إنسان ربي يكون رزقه حلالي واللي يحرموه واللي يأكل في الحرام احتكار السوق حرام فشرعا حرام لا يجوز وروح سقشي علماء مش علماء الميكروفونيات اللي راه ميخرخر وبرك حتى كلمة الحق مش قادرين يقولوها وروح سقشي العلماء صح روك يقول لك هذا شيء محرم في الإسلام اللي تباتل المخازن تعوم عمره بسلعة المسلمين يحتاجوها وتقعد عنده ثلاث أيام أماله حرام خلاص هز ورمي صدقها حسن لك رميها مفرقها عن الناس وصي بلك السادق وميقبلها لك شربي الإنسان اللي يحتكر السوق ويقول يبيع بالغلاء ويشح السلعة على الناس ومبعد يقول يفرح حرام أمواله لا تجوز للزكاة ولا للصدقة ولا للحجو ولا لشي كمنا هذا هو الدين حبيته الدين هاهو حبيته توليه من بوديين ولا مع البشان كيرسيين ولا مع البشان هذيك حاجة أخرى بسح القانون لازم يراقب هذ الحاجة لا ليحتيكار السوق مش مداري الله ربعة تمدونهم قع السلعة موطل وجل هذا البرنامج وإن تواصل سعر مع متىistle ووضع رائعة تمدون من ما شاء الله هنا عندنا اخيصائيين يقتصردين باكيتون لي عندنا وزارة فلاحة صح ووزارة الصيد البحري صح تحط لها ناس اخيصائيين ذوي الاهل ذوي 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 المعرفة ذوي الخبرة ناس عندهم علم على هذا الشي هو يطور لك هذا الشي انت تتحاسب هذاك اذا ما نجحش تقول له ارواح انت قارئ وما نجحش وان هو المشكل سما فيك اروح جيب واحد اخر ما نشد رقي ما عندنا احنا الوازير فاشل وينحو القطاعات الكل وينحو القطاعات جدد وخلوا الوازير هو الوازير اصلا حمار الوازير حمار باش بدلوا الوازير لا بدل القطاعات الكل بدل قعره هدم المشروع بالصح الوازير خليه وعطيه مشروع اخر جدا دمر ولا مشي هكذا يا ناس ما عندنا مشاريح توقف الاستنزاف هذا استنزاف الاموال ونزيف ثروات الجزائر ونزيف هذا الامبعد تقدر تبني من جديد ترميم وبناء من جديد وما تطلبش الوقت كثير في الجزائر والله ما تطلب الوقت باش عو تبنيه والله ليه 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 هناك الكثير من الناس قارعين وفهمين ووعين وعننا علم وعننا اودابا وعننا ناس مفكرين وعننا ناس اخصائيين ما شاء الله رحم بزعين بارتو في العالم ومستعدين يخدمون الجزائر بعيونهم هكذا بعيونهم يقلوا عيون ونحطونهم لكنهم لا يعطونهم فرصة يجي واحد ديبلومي بروفيسور قاسة من بالله بروفيسور أستاذ في أمريكا يبوصلوا في يديه في سويسرا يروح يبوصلوا في يديه ثم يقول لي واحد تافه يسبلوا في أمو نورمال يسبلوا أمو سبلوا أمو سبلوا بطيح له الهضرة بأمو وبابا تمس خربين هوري بعد جيد قول لي لا تجيش هكذا يا رجل ميزانية المجاهدين أربع مرات أكبر من ميزانية التاقة والله يعني في الجزائرين ورماني يعني حكي ما عندنانا التاقة إحنا وش رحين يدروا بالتاقة هم هم دولة تعتقى هم والتاقة هذي بالنسبة لي وش هو تم واحد يقولوا رحل التاقة وموش فهم بالتاقة هذي هي مصدر قوة دولة ونمو تطور دولة المحرك الأساسي بوش تلمو هذيك الدولة هي التاقة هما ما مش فهمين الحاجات كتقول له التاقة يقول لك هاي التاقة هاو الباب هما هكا ربي يا ربي درنا هكا ابتلاء حكم فينا الحمير حكم فينا الحمير وش رح ندرولهم حكم فينا الحمير هكا والبلطاجية اللي تبعث فيهم يا شنقريحة الله لي تربحك الله لي وفقك الله يضمرك إن شاء الله دمرك الله ومن معك قباحك الله اللهم صب عليه غضبك يا شنقريحة يا المعفن يا شنقريحة نتقى الله نتقى الله تبعث في البلطاجية يضربوا في الناس انت المسؤول ما تقول ليش تبوهن تبوهن ميفوق مايربط صباته وموش عارف يربطوا ما عندناش حكومة احنا نت المسؤولين انت المسؤولين انتو اللي معكم هم المسؤولين اللهم صب عليه غضبك يا رب العالمين ميزانية المجاهدين ليس طبيعي ميزانية المجاهدين ما هالمجاهدين هذه وزارة المجاهدين هذه كذلك كيف تقول ليش هذه كذلك هي منطقة الاستنزاف أموال الجزائريين نهب وأموال الجزائريين طريق هذه الجمعيات والأحزاب الخوانة الفاسدين ومش عارف بعض الوزارات تسعة وثلاثين وزارة امريكا بطولها بعرضها تلثة مية وثلاثين مليون بنادم شركاتهم اربك واحد شركة واحدة شركة واحدة شركة واحدة راس مالها قد ما دخلت للجزائري في عشرين سنة شركة واحدة شركة واحدة شركة واحدة مايكروسوفت مثلا انا اضرعوا على جوجل انا اضرعوا على ابل دمر شامل بيجي تاحب واحدها قد ما دخولك انت عشر سنين لديه 17 وزير معظم الدول القوية لديه 10 وزارة ولكنهم مخلصين ووطنيين يخدمون بلادهم مختارين من الشعب يكون وزير مختار من الشعب وشعب راضي عليه الشعب يعاونه ليس محتاج يقوى عليه الضغط لديه وشعب اختر عنه وتدعو أخليك وشعب ينطلل مش مباشرة وشعب ينطلل معه لكنهم ينتبون معك لأنهم سرق كأنهم بهموا بلاستيك يحتويون بلاستيك لا بلاستيك هناك شعب أخرج يتطلل يقدم آخر يقوم بلستيك أرواح تخليف عقليين تخليف عقليين مجاهدين مجاهدين أقسم بالله وربي يجهد حركي 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 هو هو نفسه يعبد ربي هو نفسه أعطي له كارتة المجاهدين كأن الناس لم يفتوحوا هذا وهذا في تجد مفتوحة و تدفع مجاهدين لا يجب في وجيه ولكنه لا يجاهد وهناك الكثير ويزارة المجاهدين ومنتفعة وزارة المجاهدين وهناك وزارة المجاهدين وإنбуه خاته ويصبح قابلتهم وفلق كانت مديرها برزق على ظهر الشعب بركوساي في ايجاد المجاهدين ينهبون بفعل أموال الداخلية ويقفون تلك المجال كما يترك الجيش ويقفون 10 ملاير أو 10 ملاير ويقفون 10 ملاير على الجيش جيش كما هذا لكن الناس اتبهت بالعشاء هم يحضرون في الجنود كل رحم ينذبون من فوق الى تحت نعرف انه جنود يتمرمد في الكار يتمرمد والله غير نعرفهم أقسم بالله غير نعرفهم 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 كنت نقرأ و كنت نفوت على الكازار في رمضان يطلع عليك و يقول لك ياولدي رب يعيشك جبنا نفطره هذه في الثمانينات ياولدي رحم الله هوادي تجبنا شوية زلبية في رمضان هوادي تجبنا شوية زلبية في رمضان هوادي تجبنا شعب رحم عارف لا تحتاج انت هذي مخابرة تجيب لك هذه المعلومات لا تحتاج ان شعب عارفين كاراين حتى تنجيش كاراين تخافوا ربكم شوية خافوا الله فينا شوية و عارف ان معظمكم ما يخافوش ربي لانهم حركوا قومية وباني صهيون اللهم سلزل عروشكم و دمرهم اللهم انزل عليهم جندا من جنودك يا رب اللهم انزل عليهم عذابك يا رب العالمين ذاقت الدنيا بنا بما راحبت ذاقت صدورنا بهم يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين هذا هو المشكلة مع وزارة المجاهدين حسب تعبت وزارة المجاهدين و لماذا هي أربع مرات أكثر من وزارة التاقة التي لا تحققها لا تحققها تحقق وزارة التاقة هذا المناطق ينقلون في المدن غير شوئية خارج على المدن مبارك كان هذا المناطق ينقلون فيه كنا ننقلون الماء في نصف سنطينة كنا ننقلون الماء في الثمانينات كنا ننقلون الماء بل كشيف دروا لنا العين هذي لا علي الله محمد رسول الله باوت عذيب الأحراق يأذبوا رامي عذبوا الله لي تربحهم رامي عذبوا عبرهم يعلمي لش تعذبوا فيه واحد ما عنده ما هو مخابرات ما هو رئيس مهورية ما هو وزير ما هو دكتور عالم فيلسوف عنده أفكار هدامة ولا أفكار بناءة واحد عنده حرقة من داخل ومن نار فيه حتى باش يخرج القلقة شاء وهذه تروح تضربوها مجرمين 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 كاريم قابو لازم تطلقوه بوميلاء لازم تطلقوه راشيد نكاز لازم تطلقوه براهيم العليام لازم تطلقوه والقائمة طاويلة واسم العربي على مدن لازم تطلقوه بالعربي قالوا ما يعذبوا فيه لماذا تعذبوه؟ لماذا تعذبوه؟ لماذا تضربو فيهم؟ واحد قالوا ناقشوا مجرمين 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 بارك الله فيكم والله جزيكم بالخير هذا هو رأينا في الموضوع وهذا هو رأينا في كل شيء ولا إله الله محمد رسول الله السلام عليكم